اشتركوا في القناة من خليفة الخليفة وزير النفط ان التعاون القائم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاع صناعة النفط يشهد تطورا مستمرا عاما بعد اخر خاصة في مجال تطوير وتحديث خط الانبيب بين البلدين وتوقع معالي وزير النفط انجاز خط الانبيب الجديد بين مصفات البحرين بابكو وشركة ارامكو السعودية خلال العام الجاري ووضح وزير النفط في تصريح لصحيفة الاقتصادية السعودية ان العلاقة بين البحرين والسعودية وطيدة ونشطة منذ اكتشاف النفط في مملكة البحرين عام الف وتسعمائة واثنين وثلاثين حيث تم تنفيذ عددا من المشاريع التنموية التطويرية النفطية من بينها مد خط الانبيب البحري من مملكة البحرين الى الضهران في السعودية عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الجاري الى 1.8% ووفقا لتقرير الافاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو الجاري فقد رفع البنك توقعاته للاقتصاد السعودي هذا العام بواقع 0.6% عن توقعاته شهر يناير الماضي وفي التقرير ذاته توقع الصندوق الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.1% و2.3% في عامي 2019 و2020 اوصى مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابق بتوزيع ارباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 22% من القيمة الاسمية للسهم ما يعادل 2.20 ريال للسهم الواحد وبأجمالي 6 مليارات ريال وذلك عن النصف الاول من العام الجاري اعلن وزير النفط والكهرباء الكويتي بخيط الرشيدي نجاح شركة نفط الكويت في انتاج وفصل النفط الخام الخفيف المنتجي من وحدات الانتاج الجراسية كاشفا عن استعداد الكويت لاتمام اول عملية تصدير لهذا النوع من النفط في تاريخها بنهاية الشهر الجاري وقال الرشيدي في بيان نقلته وكالة انباء الكويت ان قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية يعكف حاليا على التجهيز لتصدير هذا النوع من النفط موضحا انه يتميز بجودة عالية ومحتوى كبريتي منخفض ما يحقق حوائد مجزية للكويت في الاسواق العالمية تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية الى نحو 131 مليون دولار مقابل اكثر من 143 مليون دولار بالمزاد الاخير واوضح البنك المركزي العراقي في بيان ان سحر الصرف بلغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار وذلك في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفا وشركة واحدة فقط للتحويل المالي قالت وكالة الامم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد ان الاستثمار الاجنبي المباشر حول العالم هبط بمقدر الربع تقريبا الى 1 تريليون و430 مليار دولار العام الماضي ومن المنتظر ان يواجه مخاطر بما في ذلك حروبا تجارية وديون وكانت ارقام اولية صدرت في وقت سابق هذا العام اظهرت انخفاضا قدره 16% في تراجع مفاجئ قادته ارتدادات حادة في بريطانيا والولايات المتحدة وجرى تعديل التراجع الى 23% ومن المتوقعين يكون النمو اقل من 10% العمل جري وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط على مدار العقود الماضية اعلنت شركة بوينغ مصنعة الطائرات الامريكية العملاقة انها ستردخ للعقوبات الامريكية المفروضة على الاقتصاد الايراني ولن تسلم طهران اي طائرة من الطائرات التي التزمت بتزويدها بها وكانت الشركة وقعت مع الفطوط الجوية الايرانية في ديسمبر 2016 اكبر عقد لشركة الطائرات منذ حوالي 40 عاما لتسليمها 80 طائرة بقيمة اكثر من 16 مليار دولار اشتركوا في القناة